موسيقى على أرض السعودية وتحديدا من قلب مدينة جدة بينطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي حتى يكون أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية ويقدم مجموعة من الأعمال العربية والعالمية نحن اليوم موجودين على ريت كاربت هذا المهرجان حتى نعرفكم أكثر عليه ونلتقي بالمشاهير اللي اليوم حضروا هذا الحفل ونقابلهم اليوم المشاركة المصرية مشاركة قوية بالأفلام اللي عم تعرض بالمهرجان حتى بالنجوم الموجودين على الريت كاربت قدش هذا الإشي مهم وبيعني لك لإلك؟ لا طبعا يعني حاجة شرفنا وحاجة مهمة جدا التواجد المصري في مهرجان زي ده لأنه أولا السينما المصرية يعني يمكن في المنطقة العربية كلها سباقة فوجودها ووجودها بقوة ده شيء عظيم أنا مبسوطة أولا للحركة الثقافية والفنية والسينمائية اللي حصلة في السعودية مبسوطة أني بحضر وده كان حلم لي أول دورة لمهرجان سينما في السعودية مبسوطة أني تم اختياري وتكريمي في الدورة الأولى لمهرجان السعودية فرحانة للسعودين كلهم وفرحانة ومتفاعلة بالشباب السعودي اللي عنده شغف لصناعة الأفلام السينماية واللي أكيد إن شاء الله هيبقى لهم مكانا سعيد جدا طبعا وخاصة الدورة الأولى في مهرجان وليد لكن مهرجان قوي وإن شاء الله نتمنى أنه يستمر ببقى ساعتها الواحد جمان فخور أنه حضر الدورة الأولى واضح أنه فيه تنظيم على مستوى راقي جدا الشباب الحقيقة قابلونا من وقت ما نزلنا في مطار جدة مش عايز أقولك على الشياكة والأدب والاحترام أبهرونا بصراحة أنا مبسوط طبعا جدا واضح أنه فيه ملتقى فني على مستوى عالمي وده شيء هايل جدا جدا واضح أنه هيئة الترفيه يعني عاملة حاجة على مستوى راقي قوي أنا مبسوط أنه موجودة النهاردة أنا ممراتي وبنشارك السعودية في فرحتها الكبيرة النهاردة في المدينة التاريخية هيك مهرجان عالمي مثل ما عم نشوفه ناجح بهالنجاح هيدا وبالحضور العالمي عم يصير بساعة المملكة العربية السعودية فأكيد إحنا منتشرف بوجودها حماس كبير لأنه عم بعرف أنه بالسعودية فيه يعني فيه مدن بتاخد العقل إن كان من العلا إن كان من الطائف إن كان الرياض يعني هلأ صار الوقت أنه كمان نقدر نكون موجودين وعم نزور سعودية وعم نكون بأكتر من منطقة فالإنرجي حلوة وهيدا اللي أنا بيشجعني أن يكون موجود وكون مع هالناس ومع هالناس الحلوة يعني أي مهرجان سينما ده تبادل ثقافات وتبادل أفلام والنجوم بيشتركوا الميديا بشكل عام حركة ثقافية حضرية جميلة متحمسة حماس يعني بالطفلة صغيرة بتشوف حاجة صراحة أنا عمري ما كنت تخيل أني هشوفها أو على الأقل مش على المدى القريب تفاجئنا كلنا من يعني بتطورات الأخيرة وبالانفتاه في سعودية لكن ما شاء الله الرتم سريع جدا حتى أنه نحن يعني حاسين أنه واو بعد خمسة سنين من إرادة حقيقية للانفتاه نحن اليوم نحضر هالمهرجان في أول دورة لي أولا أنا مبسوطة أوي وفخورة أوي وحب فكرة أن أنا أحضر أول مهرجان في السعودية وأتمنى أن كل المهرجانات التي تحصل في السعودية برضو أحضرها فبقول شكرا وبقول برافو وكملوا يعني عايز أجي كل سان اشتركوا في القناة